شركة الشايع الكويتية بتنسحب من السوق المصري بتغلق عدد من المتاجر بتاعتها حوالي 65 محل ومتجر وبراند فيهم حوالي 375 موظف مصري وفيه عدة أسباب بتنشرها في بيان نشرته وكالة بلومبرج وكل المواقع والوكالات الأنباء مبارح ايه الأسباب؟ الأسباب أن فيه تظاهر في الاقتصاد في الثلاث سنين اللي فاتوا في مصر فيه مشكلة متعلقة بتظاهر العملة أو تراجع العملة المحلية الجنيه أمام الدولار فيه مشكلة في ارتفاع الأسعار هما الجماعة بيدفعوا الدولار وبياخدوا إرادة بالجنيه فيه مشكلة كمان متعلقة بالتضخم بأن التضخم بيزيد في كل حتة في مصر فيه مشكلة كمان لها علاقة بضعف القدرة الشرائية لدى المواطن المصري الشايع هي شركة تعتبر اقدم شركة كويتية انشاءة سنة 1890 لها فروع في بلدان مختلفة موجودة في السوق المصري من 18 سنة حضرتك متخيل مستثمر عربي او مستثمر اجنبي موجود في السوق المصري من 18 سنة بيقرر النهاردة انه يسحب جزء من استثماراته او يبدأ يخرج والكلام هيتطبق من نهاية يناير لبداية مارس القادم 2024 المشكلة هنا هنا انه في برندات كتيرة جدا زي هم عندهم مثلا حاجات لها علاقة بستاربوكس عندهم حاجات لها علاقة بديبنهامس عندهم حاجات لها علاقة باميركن ايجل وفيكتوريا سيكريت وحاجات تانية قد تبدو لمواطنين كتير من هي اصلا احنا عما مال نومال البرندات دي ومال نومال الحاجات دي الحاجات دي بتاعت ناس معاها فلوس احنا ما معناش فلوس لكن التداعيات بتاعت القصة دي مش فكرة انت قادر تشتري ولا? لا. لا هي ليه علاقة برسالة سلبية جدا للاقتصاد المصري. احنا في عرض اي دولار جيلنا من بره. احنا في عرض استثمارات اجنبية جيلنا. احنا بنحاول نعمل اجراءات كتيرة جدا بوسائل كتيرة جدا عشان يجيلنا ناس من بره تضخ عملة صعبة. ما عندناش دولارات اصلا في البلد. وفي بضايا موجودة في الموانئ ما بتخرجش للسبب ده. وبالتالي لما شركة امبراطور اقتصادي عربي كبير مستثمر اجنبي في مصر من طمانتاشر سنة. يقرر النهاردة انه يبدأ يسحب شركاته او جزء من شركاته ويسرح جزء من العمالة الموجودة. فدي رسالة للشركات الصغيرة رسالة المستثمرين. التانين ان السوق المصري سوق طارد للمستثمرين. ومش مكان كويس تقدر تيجي تستثمر فيه فلوسك او تحط فيه فلوسك. لان فيه ازمات آآ كبيرة جدا. فيه تدعيات ليه علاقة بالبطالة. تدعيات ليه علاقة بهزة في الاقتصاد المصري بشكل او باخر لانه القرار ده هيعقبه قرارات وبيطرح سؤال. لو الشايع بكل قوتها الاقتصادية وثقالها المالي بتواجه مشكلات زي كده وبتسرح عمالة. طب الشركات الاصغر بقى وضعها ايه? اللي هي مش قادرة تتكلم. اللي هي مش قادرة تقول. ممكن نعوض البرندات اللي خرجت بمنتجات مصرية. ده ممكن. لكن مش دي القصة. القصة ان فيه انذار خطر بدأ يظهر في بداية سنة. احنا مطلوب نسدد فيه حوالي اتنين واربعين مليار مع آآ نهايتها. اتمنى ما يكونش الموضوع لدي تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري ونتجاوز القصة دي. لكن للأسف كل المؤشرات بتقول انه بداية لازمة اكبر بكتير جدا من انسحاب امبراطور اقتصادي زي الشايع الكويتين.